السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة طبخه و تدبيره مع منا اليوم جدتكم المطبخ بيت اهلي بوصفة ايس كريم منزلي طريقة سهلة و بسيطة و رح يجي دقطع و رائع و بنيم بساف و يجي مثل ايس كريم اللي يتباع في المحلات نتمنى ان شاء الله هذه الطريقة اتنال اعجابكم اذا اعجبكم الفيديو ما تنساوش كالعادة تضغطوا على اجاب و تشاركوه مع اصدقائكم نخليكم المقادر و طريق تحضير فوجة بالنسبة الى ايس كريم بذوق الفراولة نحتاج علبة فلون فرز تقريبا ثلاث مغارف كبار ثلاث مغارف كبار بودر شانتي زوج مغارف كبار حليب غبرة كاس حليب يكون بارد كاس حليب يكون بارد و شوية باداغوم فريز ولا عطر الفراولة نخلط الملح بالباتر حتى يتم تحصل على قوام كريمين ثلاث ماذا نضيف في علبة تضيف كل ذوق في علبة ولا كما ندرت ثلاث اذواق في علبة و ضيف الفراولة نضيف علبة لكي تخلطوا كم يرقمون بالنسبة لعبة شوكولة نحتاج علبة شوكولة ثلاثة مغارف فلان مغارف فلانتين كاس حليب غبرة برد نضيف ملاح نضيف لهم مغرف كبيرة شوكولة الطلي نضيف لهم حتى يضعف الحجم التاحة وتشكل على قوام كريمة نضيف لهم العلبة بنفس الطريقة ونمي للعلبة باش من بعد ما يحبط ليش كامل سنضعها في علبة وحدها ونغلقها بالنسبة للذوق الثالث نحضر الضوك شوينغوم نحتاج 3 مغرف كبيرة فلانباني 3 مغرف بودرة شونتي وزج مغرف حليب غبرة كاس حليب بارد ويكستري تاع شوينغوم هذا الذي يتبع في العند اللي بيع واسم الحلويات نضيف لهم بالباتور حتى نتحصل على قوام كريمة بنفس الطريقة نغلق العلبة ونضعها في الكونجيلاتور كما قلت مقبل تحتفظ بكل ذوق على حيثة في علبة وخليت جزء في البوشادوي باش نخدم بيون في مولتا سيليكون بعد نحتفظ بهذا الايس كريم في الكونجيلاتور ما بين 6 سوية حتى 8 سوية من الأحسن تخليه في الكونجيلاتور 8 سوية ولا ليلة كاملة بعد نجبه ونشوفه نتيجة بعد نتجمد الايس كريم والمهندلجات بعد نتجمد بيونة الأيس كريم ونضيف خمس دقائق بعد نختم في الملاعقة الخاصة بالمهندلجات ولا غرفة تكون كبيرة ولا غرفة تكون مخصصار التي تسقيها في المرقات هذه المرقات سيكون صغار سيساعد في الاس كريم نشكل الكريات ونضيفها في صحن صغير ونضيفها في الكوب اضعوا الوصوص كرامل ولا صوص خياز ولا شوكولعة ولا كما حبيته بنفس الطريقة ترشو لها حبيته كوكاو يكون مدشش ولا تحبه كما ندرت قفرات فتتو بيد دي خليته شوية خشين وزيينت باي هذا هي النتيجة مشاهدينا ايس كريم ثلاثة اذواق شوينكم فرز وشوكولة صدقوني بنين بساف بساف ويجي كما اللي يتبع في المحلات نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم واذا اعجبكم الفيديو متنساوش كالعادة تضغطوا على جهة متشاركوا مع اصدقائكم اذا كانت اول مرة تزور القناة متنساوش تشتركوا فعل الجرس باش يوصيكم كل جديد الى اللقاء الى فيديو جديد وصفة جديدة بإذن الله